وصلنا لمساحتنا الطبية ليا واللي نحن نحكي فيها اليوم عن اكتر المشاكل الصحية الفموية اللي ممكن نتعرض له واللي بترجع وترتبط بعوامل متعددة من العناية بالفم ومنع منا نوعية الاغذية وحتى كتير من المسببات الاخرى اللي بترتبط بحالة الجسم الصحية بالعموم نتعرف على اجوبة هالتساؤلات ضيفنا اليوم الدكتور الاسنان عيماد الايوبي سيد صباحك واهلا وسهلا فيك صباح نور سيد صباحك دكتور ينعود عليك ان شاء الله سنين مبارك عليك وعنا اهلا وسهلا فيك بالبداية دكتور خلينا هيك بما انو كنا فترة اعياد ومناسبات ومثل ما قالنا من شوي يمكن الموائد والاكل هي بتكون يعني هي شو بيقولو هي عنوان بالخطط العريض لكل قادة وكل مناسبة اهلا الاهتمام بنظافة الفم اهتمام بالعناية بالفم كيف لازم تكون وخاصة يمكن بفترة هالعجب هلا اول شي من نسبة للعناية الفموية لازم نحط ببالنا انو نخر الاسنان بشكل اساسي هو مرض موجود متله متل اي مرض موجود تاني حتى يعتبر هو المرض الجثومي الاكتر انتشاره يعني قد ما كانت العناية ممتازة حتما الا ما يصير في عنا نخور في كتير مرضى بيراجعونا انو بنفرشي كل يوم كذا مرة وبندير بالنا وهيك ليش عم يصير عنا نخور يعني بيحكوا محروقين فقا هنن هذا الشي طبيعي نحنا بنحسن نخفف من هالشي قدر الامكان عن طريق انو نحافظ على صحة تجويف الفموية اللي موجود عنا احسن وجه ممكن في عنا اللسة في عنا الاسنان في عنا الفم في عنا اللسان يفترض نحافظ على نظافتهم كلهم كل شي كل عنصر ملع العناصر له طريقة لحتى نحافظ على نظافته ونخليه دائما قدر الامكان منخفف من اصابته سواء بالامراض اللي الثوية او النخور بالنسبة للاسنان مثل ما هو معروف يفترض يكون في عنا على الاقل تفريش الاسنان مرتين مرتين لثلاث مرات يوميا مرة الصبح ومرة المساء على الاقل اذا بنا نجي للشي اللي يفترض مية بالمية ما يصير عنده النخر عند الاسنان يفترض بعد كل وجبة طعامية انو يفرش اسنان اه والله بقوله اذا فرشينا كتير كمان مضر يعني اذا كانت طريقة التفريش صح لا ما لا مضر اذا الفرشاية كانت هنحكي عنه هلأ بالنسبة لأساواتها فرشاية متوسطة القساوي وكان في عنا معجون مطري وكان بشدة معتدلة مو انو من جره النجر ايوه لا ما في اي ضرر بالمرة نهائيا على القصة طبعا ومعجون الاسنان يكون من معجين الاسنان نوصى به طبيا والموافق عليه ما يكون في زرات ساحرة او كذا تمام او مثلا للطبيض ممكن يكون في شي او وصفة جارتي ايلتلي عليها ديفرش فيها حتما هات ساعتها ممكن انو يزيل اسنان اول شي التفريش تاني شي لازم يكون في عنا فيه مسافات كتير ما بتصلها فرشاة الاسنان يعني المسافات بين الاسنان واغلب النكور هي بتكون نكور ملاسقة يفترض انو نستعمل شي اسمه خيوط بين سنية خيوط بين سنية بين الاسنان بتدكل مرة واحدة على الاقل باليوم ممكن المساء بالمعنام نستعملها كمانو خيوط بتكون خيوط طبية فيه الى مواصفات معينة الطبية من حط خطين تحتها مو حي الله خيط او حي الله كرتوني انو ممكن نستعمل انو هالشي عم نشوفه بالممارسة اليومية عم تعمل مشاكل اكتر مات فيه تجرح اللسه كمان تجرح اللسه بتساوي عنا مشكلة فيها بيصير بتحشها تحت فضلات طعامية بتزيد المشكلة عباد ما نكون انو عم يعني عباد ما نكون عم نحسين وطريقة تنظيف الخيط يفترض تكون انو ملامسة لصة حسن بحيس انو الفضلات الطعامية اللي موجودة بين الاسنان نطلعها من هالمنطقة ما انو بالعكس نضغطها ندخلها داخل اللسه كمان بشام ما تصير عنا هالمنشكلة انه هاي؟ تبعا بتكون ملامس لصطح السن بننزل لتحت بالمسافة بين السنين وبنطلع فيها لفوق بحيس انو نطلع كل الفضلات الطعامية نعم دكتور خلينا نحكي بس شوية لانو انت حكيت عن انواع الفراشي في ناس اسنانة حساسة في ناس عندها التهاب باللثة نتيجة حالة هاضنية خلينا نحكي بس عن انواع الفراشي نركز على هالنقطة وكل نوع اسنان شو بيناسبه؟ تمام هلا هي الفراشي لأسنان انواعها ما تكون سوفت او ميديوم او هارد بالنسبة لمريض طبيعي ما عنده مشاكل ما عنده حساسية ما عنده التهابات باللثة اللي يفترض تكون الفراشي هي من النوع الميديوم المتوسط القساوي لحتى تأمن التنظيف الكافي ما تكون طرية كتير بحيس انو ما بنستفيد شي من تفريج نان ولا آسية انو تأذي بنيت السن طبعا مع تطبيق ضغوط طبيعي اذا كان في عندنا مشاكل الالتهاب الاستي او لسه حساسي هالحالة لا ممكن ننتقل لفرشات الاسنان الطرية طبعا بتكون ضمن فترة معينة يعني في عندنا مثلا لسه هلأ ملتهبة عشان ما يصير في عندنا ضرر للسه مثلا كلال اسبوعين او ثلاثة ممكن انو نجيب فرشات اسنان طرية نستعملها كلال هالفترة بعدين بنرجع لفرشات الاسنان المتوسطة المرضى اللي المدخنين بشدة او المرضى اللي عندهم تصبغات كتير ع اسنانهم الفرشات المتوسطة ممكن ما تزيلها التصبغات من بيهلها المرضى ممكن انو نوصف لهم فرشات الاسنان الآسية تمام كمان مثل ما انه لفترة معينة بعدين نرجع لفرشات الاسنان متوسطة القصابي فيه نقطة مهمة هون انو الفرشات الاسنان الى عمر مو انو نستنى لحتى مدى الحياة انو الاشعار تبعات كل قدالة عزم ما تتغير الفرشات لا وسطيا اذا اللي عم يفرشي اسنانه مرة الصبح ومرة المساء يفترض انو مو اكتر من التشهر ايه لعدة اسباب اوه شي متل ما انه فعالية رؤوس الالياف او رؤوس الشعيرات بتخف وممكن انو تنتنى وتتلم وبتصير كمان مكان لحتى تجمع الجرسين يعني فيه فراشي فيه اللون غطة او بيتسكر وهدول صح ولا لا لا هنا نورة بينة تحط عليهم تمام لا يفترض فرشات الاسنان ما تكون بوسط رطب موجودة لا معرضة للهواء لحتى تنشاف وما يكون اي وسط رطب بيصير فيه وسط ملائم لحتى نمو الجراثيم لا يفترض تكون نظيفة وهمشي هلا الانواع الجديدة من الجراثيم كلها عم يضيفو له مواد انواع جديدة من الفراشي من الفراشي عم يضيفو له مواد انو مقاومة للجراثيم يعني الى عمر مشان هيك عم نقول كلت للتشهر يفترض انو تتبدل فرشات الاسنان حتى يمكن فيه اللي معن جرح باللثة ما بيعرفو كتير يفرشو اسنانون حاط اللي عم عار صغيرة تنصح انو يتمضمضوا بمي وملح مثل الماء بهاي تمام او تشرح اللسة او شي هلا بالنسبة للمضامد بس قبل ما احكي عنا في فراشي كمان هي كتير من تشرح هلا الفراشي الكهربائية تمام مشان ما يعزب حاله المريض ويفرشي اسنانو عم يجيبا هلا هي ممكن نستعملها بحالات المرضى معينين اللي عندهم اعاقات مسلا ما بيحسنوا انو يفرشوا اسنانو او مسلا المرضى الاطفال ممكن انو يستعملوها بينما بالنسبة للمرضى الطبيعيين لحالة غير كافية لانو راسك بيكون كبير ما بيوصل لكل المناطق اللي لازم اتصلها هاي الفراشي الكهربائية تعطي رتاذ مائي نفس الشي بنفوت ندخل من خلاله عموضوع المضامد الفموية قلنا احنا في عنا التفريش في عنا الخيوط بين السنية شي الثالث هو المضامد الفموية يفترض يكون مترافق استعماله مع التفريش والخيوط انو كمان متل ما حكينا عنا التجويف الفموية في الاسنام في الليسان بقى عبارة في اخاديد في اراني غميئة ما بتصل الفرشاية بشكل كامل المضمضة بحد ذاته كتير يعني كتير بتلعب دور انو اي فضلات ما وصلت الفرشاية ممكن انو تشطفها او تبعدها عن هالمناطق وبالتالي بيصير في عنا تنظيح من اي منطقة بتتجمع فيها الفضلات وفي عنا جراتين بيصير فيه تخمر وبيصير في عنا مشاكل لثوية يعني كثيرا بس طبعا المضامد كمان هيبحث لحاله يعني مو حيل لمضامد كمان انو ممكن بنستعملها يفترض استشارة الطبيب في مضامد على المدى الطويل ممكن تسبب مشاكل في مضامد بتسبب تلون الاسنان احنا عادة مثلا مريض اجل عنا عنده التهاب لسه ممكن انو نوصف له مضامد هالمضامد بتستعملها لتأسبيل خاصة للسطهيريين تمام التلون الاسنان اكتر شي هي اللي بتسببه في منهم بتسبب اي رائحة للفم يعني كل حالة فيه الى الىها تمام هو علاج يوعد بها وفي مضامد لما لا علاج مجرد انو بشكل مستمر ممكن انو تستعمله نعم دكتور يمكن اول ما بلشت حديث انو مثل انجارتي قالتلي فرشي بالفحم او فروكسناني بالمونز او هدول الحركات المنتشرة كتير خاصة على جروبات الصبايا على الفيسبوك يعني كل واحدة بتعطي نصيحة مجربة اه مجربة خلينا نحكي عندن قديش صح والخلطات كمان اللي هي كتير قوية مشان مشان تبييد الاسنان قديش صح تيوبات التبييد كمان خلينا نحكي عننن هلأ بالنسبة للحكي اللي عم تقولي هي منتشرة كتير هلأ وسبب انتشارها غير انو مثلا جارتها بتصغفية نصحتها انو بتوصل لنتيجة هم يعني هلأ مثلا نصحتها بمادة طبقتها اول يوم تاني يوم بتلاقي فرقوا اسنانة كتير كانوا صفر صارو بيه هم بس بعد اسبوع او بعد اسبوعين بيرجعوا اغمأ من اول اول شي ثانيا طبقت الميناء اللي بتحمي السن كمان في وصفات بتدوبة تماما ايوه مثل الليمون يمكن ملح الليمون طبعا يعني لازم بنوب هاي وصفة يريبة عجيبة ما يفترض نهائيا يعني لحنا اي شي حامض زيادة او قلوي زيادة يفترض انو ما نطبقه فما بالك ملح الليمون انو يتطبق على اسنان ببيضو مثل ما حكينا يوم يومين بعدين بنكون عم نضر الاسنان حتى نتيجة البيض حتروح مباشرة ما دائما بنعتمد على مواد الطبيعي يعني احنا اي مادة نستعملها سواء علاجية او للطبيع مو مباشرة مثل شركة طلعت مادة مباشرة ننبلش استعمالها نصير عليها يعني مئات الابحاث لحتى يصير انو نطبقه على الانسان بقى وصفة جربتها جارة او جارتين او تلاتة لا ما بيصير انو نستعملها حب دكتور في ناس ما بدون يلجأوا لوسائل يمكن الفينير واللومينير بيحبوا انو يكون اسنانهم طبيعيات بس انو يحافظوا عبيادهم قدي بتنصح بانو مسلا يعملوا طبييد اسنان بالسنة بفترة حتى يضل محافظين على شكل مضيف هلأ بالنسبة للطبييد اذا طبقنا الطبييد الصح بالتراكيز الصح بطريقة مزبوطة ممكن انو يتم الطبييد سنتين او ثلاثة وحتى طول العمر بدون ما تحتاج انو تعيده مرة تانية ممكن بعد فترة سنتين او ثلاثة ترجع ممكن تطبق تيوب طبييد لحتى ترجع للون يعني ممكن انو يخف شوي بس الشي الاهم من هيك لحتى نحافظ على هالطبييد هو العادات الغذائية اللي بنتبعه يعني مثلا الملوينات الكولا هالقصص هي بنخفف مننا قدر الامكان واذا بدنا نشربها ممكن مثلا بالشلموني مع انو نخلي ملوينات تيجي الدخان يعني ادماء مريض حب يبايد اسنانه اذا بيدخن او بيقى حتما حيرجعوا يغمقوا بسرعة بقى في شي كل شي له ضريبة اذا بدو يحافظ على اسنانه وبيض وبدو يدخن دائما وبدو هيشك كيف ذات نشرب بالشلموني؟ اهي مسامحة حقيقة مسامحة وهو اكتر شي مضر القهوة والنسكفة يمكن لا اذا مو اذا مثلا فنجان بليون فنجاني لا ما لها الضرر الكبير نا طب دكتور اوكي رامي في يعني في عالم بيتحسسوا من التبييد بيصير في حساسية زيادة او في لمعة بالاسنان يمكن في اسنان ما بتواتيه التبييد او بيكون نسبة التبييد او التعرض للتبييد لمرات كثيرة ومتعددة خلينا نحكي عن هالنقطة كموة لا في مرضى عندهم حساسية زيادة بالاسنان ممكن نتيجة انكشاف غياب المينة بالمنطقة اللثوية هذول مرضى ما بيستطب عندهم نهائيا انه هذا التبييد بينما فيه لازم نميزهم عن مرضى تانين اللي هو اسناء الطبييد ممكن انه يصير عنا حساسية بالاسنان وهي حساسية طبيعية حساسية مؤقتة مجرد ما خلصنا من الطبيد بعد يومين ثلاثة بتروح الحساسية او ممكن بفرض كاملة الحساسية الشديدة ممكن انه نطبق مع مواد الطبيد فلور الشي بيساهم انه يروح الحساسية ويسكروا القنيات اللي بالاسنان المفتوحة وبالتالي بتنحل هالمشكلة بينما المرضى اللي عندهم مشكلة حساسية فيه الى مشكلة اساسية يفترض تتعالج بعدين ممكن انه يبيضوا اسنان دكتور شو ابرز النصائح الممكن انه تعطينا اياها لتكون الحفاظ على الاسنان لتكون جزء من حياتنا اليومية يعني عادة يومية نحن نعتادها حتى نحافظ على اسناننا اهم نصيحة اهم نصيحة هي يفترض نراجع طبيب الاسنان مرة كل ستة شهر او مرة كل سنة هو بيخوف الطبيب لقتنا مراجعة اذا بتراجعي كل ستة شهر او كل سنة ما في شي بيخوف بينكشوها من تحت الارض والله بتنكشوها من تحت الارض للا بتلحقيها ببدايتها بسمها توصلي لمناطق يعني بتكون عن جد فيه قلم ويكون فيه مشاكل بقى هاي اول فكرة انه مثل ما انه سماء انا عم بتعتني باسنانك اولى ممكن يصير فيه عندنا مشاكل نعبر راجع الطبيب يعني ممكن مجرد انه يعلمنا طريقة التفريش الصح طريقة استعمال القيوط ممكن يكون فيه عندنا مشكلة به هالقصة عم تسبب عندنا مشاكل ممكن يكون فيه نفور بسيطة ممكن بس يعني فحص عنه اضافة لهالشي يعني طبيب الاسنان غير موضوعي عندنا مع المقابلة تانية الفم هو مرآة صحة الجسم يعني في كتير امراض اول شي بتنكشف عن طريق الفم طبيب الاسنان بيكتشف انه ممكن يكون عندك هال المشكلة يفترض تتراجع طبيب داخلية يفترض تتراجع طبيب قدار تمام بقى يعني غير الفائدة اللي بتجنيها بالنسبة لاسنانك والصحة الفموية كمان للصحة العامة يفترض يكون فيه عندنا هالزيارة الدورية نعم نعم ويمكن شوي معاجين الاسنان وفراش الاسنان التجارية يلي بيتم تسويقه بشكل كتير كبير عبر شاشات التلفزة او باعلانات كتير ضخمة كمان مو كلها متل ما عم نشوفها على الحقيقة صح؟ تمام تمام هلأ بالنسبة للمعجين الاسنان يفترض دائما هي بشكل عام المعجين كلا ياتها يعني دعاية اكتر منها شلون الشامبوية ونشتية القصة بقى بيصير يعني دعاية زيادة عنا هو فيه عندنا شيء اساسي التفريش المعجون الاسنان هو شيء سانوي الهدف منه بس انه يكون مادة مزلقة ما ينجرحوا الاسنان ما يتطبع عليهم ضغط قوي بس كمان بالنسبة لمعجين الاسنان فيه عندنا يفترض تكون معترف فيه من كل دولة في وزارة الصحة تأخذها على الفحوص يفترض يكون موافقة عليها انه ما بتسبب مشاكل ما فيه مواد سامة ما فيه نسب من مواد بأحيانا بيضيفهم مواد مثلا اذا ضافوا الفلور بكمية كبيرة واستعملوها لأطفال وبلعوهم ممكن انه يسبب مشكلة له يفترض تكون وزارة الصحة بالبلد اللي عم يتسوق فيه او يعني تكون موافقة علي لحتى نطبقه هي اهم شيء دكتور فيه اغلب المعجين العلاجية ما بيكون فيه يمكن نسبة طبيض هي بتكون دوائية اكتر ما بتنظف ما بتعطي هيدا البيض او ما بتأثر كتير فيه فيه الواحد يفرشي دور بمعجون اللسه مثلا ودور بمعجون مبيض هلا انا ما بنصح بمعجون المبيض نهائيا مو لحاله المعجون المبيض اغلب المعاجين المبيضة فيه بتركيبه من مواد ساحل للميناء ممكن انه تسبب يعني لحتى يصير فيه عندنا طبيض الاسنان لازم مادة الطبيض تععد على الاسنان تقريبا خمس ساعات على الاقل ما حدا حيعود يفرشي كم الساعة بينما هي بيكون تأثيرها غالبا كسحل للاسنان هاي مع الوقت طبعا ما حيكون نتيجة الضارة مباشرة لانه بالتفريش يعني سحل شوي شوي عم يصير بس مع المستقبل يساوي مشاكل مشان هيك بالنسبة للتنظيف بنخلي الهدف منه هو تنظيف الاسنان تفريش الهدف منه تنظيف الاسنان مو الهدف منه الطبيض نهائيا نعم دكتور يمكن قبل ما نختم خلينا نحكي شوي عن كبعد نظافة اللسان يعني شفنا كتير من فراش الاسنان صار في من وراها للليسان تنظيف اللسان وخاصة مثل ما قالت لها يمكن انه هاي المنطقة هي مهمة جدا يعني طبع اللسان هو مثل ما حكينا قسم من التجويف الفموي كمان بيحوي على شعيرات بيختلف طولة بين مريض والآغة في مرضى عندهم بتكون هالزغيبات اللسانية اللي هي مثل الشعيرات بتكون طويلة وبالتالي ممكن انه تجمع الفطور وتجمع الجراثين مشان هيكي دول عندهم استطباب حتما كل مرة بفرشوا سنانه لازم انه يفرشوا للسان معا بحركات من الخلف للأمان بهذا الرأس اللي بيكون موجود عادة بيكون هو أطرة من الفرشاية العادية أو خيار تاني غيرها وإضافة للمضامد تمام هاي عند المرضى اللي عندهم الزغيبات طويلة المرضى الطبيعيين مرة واحدة بالنهار على الأقل فرشينا سناننا فرشينا لسه بشكل صح كمان للسان ممكن انه من خصوصي ظهر اللسان بيكون عليك تشققات لازم انه تتنظف بشكل تمام شان ما يصير في عنا مكان لنمو الفطور طبعا متل ما حكينها إضافة للمضامد الفموية طب دكتور قبل ما نختم عفوا ليا خلينا نحكي بس انه شو أبرز خطأ شائع عم تواجهوا كطبيب من خلال طبعا اللي عم يرتادوا العيادة عندك شو أبرز خطأ شائع حابب تحذر منه هلأ خطأ الشائع عم أول شي بالنسبة للتفريش القوي هلأ بهال يعني متل ما سألتيني بيحاولوا انه يوصلوا لبياض بالسنان بيفرشوا بقوة كتير عم يصير في عندهم وخصوصي من منطقة الأنياب لأنه بنفرشيها مرتين مرة لما نفرشي الاسنان الأمامية ومره لما نفرشي الاسنان الجانبية منطقة الأنياب عم يصير فيها تآكل بالنوب عم تصير فيها حساسية وعم يتطور بعدين لنخر الشي الثاني طرق الطبيض اللي اللي حكينا عنا كمان كتير عم تسبب عنا مشاكل للسنان عم تضعف بنيتها وحتى أحيانا عم تسبب تصبغات وبتسبب مشاكل الخطأ الثالث وكمان حابب نبه عليهم فرشينا سنان في مرضى بيفرشوا سنان وبينزل دم من اللسة بيبطلوا يفرشوا وعم ينزل دم معناتها هي مشكلة هو الشي غلط يفترض إذا عم ينزل دم بتروحنا عند الدكتور ممكن يتكون مشكلة كتير بسيطة مجرد تقليح للسنان إزالة التكلسات اللي على السنان بعدين بينزل دم أول يوم يومين وبعدين خلاص بوقف نزيف الدم وبترجع لون اللسة الزهري والحلو تمام وإذا نزل دم خلاص نوقف تفريش أو هيك لا هي كمان ننبهها لها نعم دكتور أكيد نحن عمنا نتشكرك على المعلومات ونظافة الفم يمكن هي أهم شي لازم الواحد دائما يهتم فيه شكرا كثير وينعاد عليك شكرا دكتور على كل مصائح العطيتنا ياها